بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لقد شرع الله الأعياد في الإسلام لمقاصد سامية ولحكم جليلة بينها ربنا وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم وإن من أجل هذه المقاصد أن يفرح الإنسان وأن يسر الإنسان بهذه الأيام التي اختارها ربنا تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي اختار هذه الأيام إنما هو الله تبارك وتعالى وذلك يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فوجد لهم يومان يلعبون فيهما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان فقالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فأخبر النبي أن الذي حدد هذه الأيام إنما هو الله تبارك وتعالى وذلك بأن الفطرة لا تستضم مع عواطف الإنسان فالإنسان عنده ميل فطري يحب الفرحة ويحب السرور ويحب أن يدخل البهجة على نفسه وعلى أهله وعلى أسرته وعلى ذويه فكانت هذه الأيام يوم الفطر ويوم الأضحى أولا شكرا لله عز وجل على هذه النعم التي أنعم الله بها فكل يوم من هذه الأيام جاء بعد عبادة جليلة فرضها ربنا تبارك وتعالى وامتثل المؤمنون أمر ربهم فالأول عيد الفطر جاء بعد عبادة الصيام فجاء شكرا لله عز وجل على هذه النعمة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم جاء يوم الأضحى الذي جاء بعد عبادة عظيمة جليلة ألا وهي فريضة الحج الله عز وجل جاء بهذا اليوم الذي يشتمل أيضا على جزء من أعمال الحج فكان شكرا لله عز وجل على هذه النعم أيضا أيها الإخوة المسلمون من مقاصد الأعياد أن يدخل الإنسان الفرحة والسرورة على نفسه وعلى من يعول يوسع الإنسان على أهل بيته إظهارا للفرحة وللبهجة في هذا اليوم ويدخل الإنسان البهجة والفرحة والسرور على فقراء المسلمين فإنه بذلك قد تقرب إلى الله بأحب الأعمال قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ويختلف هذا السرور من شخص لآخر قد يكون بأن تطلد عنه جوعا أن تقضي عنه دينا أن تقدم له ما يحتاجه في حياته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعندما ننظر إلى خروج المسلمين في هذا اليوم بلباس واحد شعارهم واحد تلبيتهم واحدة هذا كله إن دل فإنما يدل على أن الله عز وجل أبا إلا أن تكون هذه الأمة أمة واحدة اعتقادها واحد دينها واحد قبلتها واحدة قال ربنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون خروج المسلمين في هذا اليوم في أبها حلة وفي أجمل زينة هذه ليست عادة موروثة في الجاهلية ولا أمرا مستحدثا في الدين بل إنما هو تعظيم لشعائر الدين قال ربنا تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فافرحوا بهذه الأيام إنزعوا الغل والحقد والضغينة والبغضاء من قلوبكم فإنها تمنع الإنسان أن يفرح بهذه الأيام إنزعوا الغل الذي بينكم وبين إخوانكم لأي سبب من الأسباب سواء كان عظيما أو سواء كان يسيرا فإن ذلك يقطع سير العبد إلى الله تبارك وتعالى فالإنسان يسير لربه بقلبه وهمته لا ببدنه أسأل الله عز وجل في عليائه أن يديم علينا الأعياد والأفراح وأن يديم علينا السرور والبهجة وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال هذا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة